مرحبا بكم في تتمة تمارين الدرس الأول الأعداد من صفر إلى تسعمائة وتسعة وتسعين تمارين الصفحة العاشرة كذلك سننجز تمارين الصفحة الحادية عشرة إذن نبدأ بالتمارين الأول ألاحظ عدد المئات والعشرات والوحدات إذن هنا لدينا كم من وحدة؟ لدينا واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة إذن هنا لدينا خمس وحدات ثم عدد العشرات إذن كل قضيب فهو يمثل عشرة كم لدينا من قضيب؟ هنا واحد، اثنان، ثلاثة إذن يمثل رقم العشرات ثم المئات كل صفحة تمثل مئة وهنا كم لدينا من صفحة؟ لدينا واحد، اثنان، ثلاثة إذن العدد هو ثلاثمائة وخمسة وثلاثون ننتقل إلى التمرين الثاني إذن أكتب قيمة كل رقم إذن هنا لدينا سبعمائة وخمسة وثلاثون هنا في التمثيل في الجدول خمسة تمثل رقم الوحدات، ثلاثة تمثل رقم العشرات، وسبعة تمثل رقم المئات إذن ماذا يمثل الرقم سبعة؟ أو قيمة هذا الرقم الرقم سبعة، إذن قيمته هي سبع مئة، حيث رقمتنا رقم المئات، ثم هذه الثلاثة تمثل رقم العشرات، فالقيمة ديالها هي ثلاثون وهذه الخمسة التي تتمثل الوحدات، رقم ديالها هي خمسة ولدينا سبعمائة زائد ثلاثون زائد خمسة، سنحصل إلى سبعمائة وخمسة وثلاثون التمرين الثالث، أرتب أتمنة الأجهزة من أرخص جهاز إلى أغلى جهاز إذن لاحظوا، لدينا هذه المكوات، ثمنها هو ثلاثمائة وثمانية عشر دير هامان هاته المصورة ثمنها هو ثمانمائة وخمسة عشر دير هامان، وهذا المجفف الشعر ثمنه هو مئتان وخمسون دير هامان إذن سنقارن أثمنتها وسنرتبها من أرخص جهاز، أي من العدد الأصغر إذن سنقارن هذه الأعداد، إذن كلها تتكون من ثلاثة أرقام، سنقارن رقم مئاتها إذن هنا لدينا إثنان، سنقارنها مع ثمانية، إذن إثنان أصغر من ثمانية سنقارن أيضا هذه إثنان مع ثلاثة، إذن إثنان مع ثلاثة، إثنان أصغر من ثلاثة وبالتالي أرخص، وبالتالي إثنان أصغر من ثمانية ومن ثلاثة، وأصغر من العددين، هذا العدد كامل مئتان وخمسون أصغر من هذين العددين معا، وبالتالي سيكون هو أرخص جهاز، إذن مئتان وخمسون ثم بعد ذلك سنقارن ثمانية وثمانية وخمسة عشر مع ثلاثة وخمسة عشر سنبدأ المقارنة برقم المئات، ثمانية سنقارنها مع ثلاثة، إذن في اللي صغير ثلاثة أم ثمانية ثلاثة هي اللي صغيرة، نعم، إذن ثلاثة وثمانية عشر هو أرخص من ثمانمائة وخمسة عشر، إذن هكذا سنكون قدرتبنا أتمنة هذه الأجهزة من الأرخص إلى الأغلى التمرين الرابع أكمل ملء الجدول كما في المثال، إذن في المثال عندنا هنا يعطونا العدد بالحروف ثلاثمائة وأربعة وخمسون ثم هنا أعطونا القيمة ديالكل رقم من أرقام هذا العدد ثلاثمائة زائد خمسون زائد أربعة ثم هنا بالتمثيل أربع وحدات وخمس عشرات وثلاثمائات ثم هنا بالكتابة الرقمية إذن هنا عندنا ستة وحدات، إذن ستة وحدات، ثماني، ثمان عشرات وخمس مئات إذن العدد اللي أحصلنا عليه هو خمسمائة وستة وثمانون إذن باش نفكوها هكذا، غا تكون تعطينا خمسمائة هكذا زائد ثمانون زائد ستة وكتابتها بالأرقام سنكتبها هكذا خمسمائة وستة وثمانون ثم هنا أعطينا التفكيك ديال العدد أو للقيمة ديالكل رقم سبعمائة زائد تسعون زائد اتنان إذن سنكتبها كتابتنا رقمية، إذن هي سبعمائة واثنان وتسعون وهي ما تساوي وحدتان، هذ اتنان كتساوي وحدتان وتسعة أو تسع عشرات وتسع عشرات ثم كتابتها بالحروف سنكتبها هكذا سبعمائة سبعمائة واثنان وتسعون ثم هنا لدينا مائة وخمسة وستون إذن سنبدأ بالكتابة الرقمية مائة وخمسة وستون هكذا إذن هي تمثل خمس وحدات وستون عشرات ومائة واحدة غير للإشارة هنا كنت كتبت هدوها بالحروف كان ممكن تدير هنا تسع عشرات هكذا ممكن تديرها هكذا ممكن تديرها هكذا وسبعمائة تديرها هكذا غير بالأرقم إذن سنفققها هنا تساوي مائة زائد ستون زائد خمسة هكذا والكتابة بالحروف قلنا هي مائة وخمسة وستون التمرين الخامس أستعمل الأرقام واحد واثنان وثلاثة وأكون كل عدد من ثلاثة أرقام وأرتبها من الأصغر إلى الأكبر إذن سنستعملوا هدو الأرقام واحد واثنان وثلاثة ونكون جميع الأعداد لمكون من ثلاثة الأرقام وغير من هدو الأعداد وارتبها من الأصغر إلى الأكبر إذن هدو الأرقام هدوها ممكن نكون بها مثلا ثلاثمائة وواحد وعشرون ممكن أيضا ندير بها ثلاثمائة واثنى عشر وممكن نديروا هدو الرقم المئات ونديروا منها مثلا مائتان وثلاثة عشر أو مائتان وواحد وثلاثون وممكن نستعملوا أيضا واحد في رقم المئات ونقولوا مائة واثنان وثلاثون أو مائة وثلاثة وعشرون إذن هذه الأعداد لممكن نكونها من الأرقام الثلاثة الآن سنرتبها من الأصغر إلى الأكبر إذن ما هو أصغر عدد؟ إذن أصغر عدد هو الذي رقم مئاته هو واحد إذن عندنا هنا واحد هذا رقم مئاته واحد وهذا أيضا رقم مئاته واحد سنقرنوا رقم العاشرات سنقرنوا هذا عنده إثنان وهذا ثلاثة إذن إثنان أصغر من ثلاثة وبالتالي سيكون هذا مائة وثلاثة وعشرون هو أصغر عدد ثم بعده يأتي مائة واثنان وثلاثون ثم سنقرنوا إلى الأعدد لرقم المئات ديالها هو إثنان عندنا مائتان وواحد وثلاثون ومائتان وثلاثة عشر إذن هذا عنده إثنان في رقم المئات هذا إثنان في رقم المئات يعني متقدين سنرى هذا عنده ثلاثة وهذا عنده غير واحد إذن هذا الذي عنده غير واحد أصغر من هذا الذي عنده ثلاثة إذن مائتان وثلاثة عشر فهي أصغر من مائتان وواحد وثلاثون ثم مقن هذا 312 فهو أصغر من 321 إذن 312 عد 321 إذن هكذا سنرتب هذه الأعداد من الأصغر إلى الأكبر ننتقل الآن إلى التمرين رقم 1 صفحة 11 إذن ألاحظ الخريطة وأقرأ الجدول وأرتب أطوال الأنهار من الأطوال إلى الأقصر إذن لدينا اسم النهر وطول بالكيلومتر لدينا نهر ملوية 520 كيلومتر واد سبو 496 كيلومتر واد أبي القراق 240 كيلومتر واد أم الربيح 555 كيلومتر واد تنسيف 270 كيلومتر إذن سنقارن أطوال هذه الأنهار وسنختار النهر الأطول النهر الأطول سنبدأ به إذن لدينا خمسمائة وعشرون إذن سنبدأ المقارنة برقم المئات عندنا هنا خمسة وهنا خمسة إذن بحال في رقم المئات سنقارن رقم العاشرات إذن رقم العاشرات هنا عندي خمسة وهنا عندي إثنان إذن خمسة أكبر من إثنان وبالتالي خمسمائة وخمسة وخمسون أكبر من خمسمائة وعشرون إذن خمسمائة وخمسة وخمسون هذه ديال واد أم الرابية إذن خمسمائة وخمسة وخمسون ثم بعدها عندنا خمسمائة وعشرون بعد من هذا نشوفوا نقارنوا عندنا هنا أربعة هنا إثنان هنا إثنان إذن أربعة أكبر منهم بجوج إذن سنقارنوا أربعمائة وستة وتسعون هنا عندنا مئتان وهنا مئتان إذن بحال بحال سنقارنوا رقم العاشرات هنا عندنا سبعون وهنا عندنا أربعون إذن سبعة أكبر من أربعة إذن مئتان وسبعون هي اللي أكبر بعد بعد منها تجي مئتان وأربعون وهذا كامل الأطوال لهذه المسافة ترهم بالكيلومتر ننتقل الآن إلى التمرين الثاني أكتب الأعداد في البطاقات على المستقيم العددي وأقارنها إذن عندنا هذا المستقيم العددي بين كل تدريجة وتدريجة ننتقل بواحد إذن هنا عندي 490 هنا تكون عندي 491 492 493 494 495 496 497 498 هنا تكون عندي 499 ثم 500 عندي هنا عندي هنا 510 إذن هنا عندنا 510 ثم 511 12 513 514 515 516 هنا تكون عندنا 517 ثم 520 521 522 523 524 هنا تكون عندنا 525 ثم عندنا 530 530 531 532 هنا تكون عندنا 533 إذن هذه هي الأعداد التي سنكتبها في هذه البطاقات الآن سنقارن 491 مع 519 أثن ثم أنا سنبدأmiralم перقم المئئات هنا عندنا 4 ونعندي 5 فرقم المئئات هذا اللي عند الذي كن 5 فرقم المئئات هي العدد الأكبر ثم هنا 490 من خمس ونقارن أيضا غير رقم المئئات هنا عندي 4 وهنا عندي 5 إذن هذا اللي عنده 5 فرقم المئئات هو اللي أكبر هنا عندي 530 530 ثلاثة نقارن رقم المئات عندي هنا خمسة وهنا خمسة إذن متساوي نقارن رقم العشرات هنا عندي ثلاثة وهنا عندي صفر إذن هذا اللي فيه ثلاثة هو اللي أكبر ثم أخيراً عندنا هنا خمسمائة وواحد نقارنها مع خمسمائة وعشرة إذن رقم المئات هنا عندي خمسة وهنا خمسة متساوي رقم العشرات هنا عندي صفر وهنا عندي واحد إذن واحد أكبر من صفر وبالتالي خمسمائة وعشرة هو العدد الأكبر. انتهى.